السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحلقة قوية جدا جدا باذن الله هنتكلم فيها عن حاجات كتيرة في كورة القدمة المصرية حصلت النهاردة وهتحصل كمان بعد كده باذن الله وليها من دلوقتي دلالات على حدوثها وكمان ان شاء الله هنناقش فيها موضوع فتوح هنناقش فيها موضوع فيوتشر موضوع بيرامدز موضوع الاهلي موضوع الكاف والدلال السوداني ومشجعين الاهلي أمام الرجاء قصة كبيرة جدا وحددة كبيرة استأذنك في بداية الحلقة وبنكوش في أي تفاصيل ما تبخلش على خوك بلايك حلو كده للفيديو زيك وما تنساش كمان انك تعمل شير للفيديو في كل مكان وما تبخلش برضو على خوك وشجع خوك دايما واعمل فلو صفحة الفيسبوك لو بتشوفنا على الفيسبوك واعمل اشتراك في خناة اليوتيوب وفعل الجراش نوصلك كل جديد وعلى فكرة خناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك لو ما تنسرش عليهم الاتنين اسمهم صاحب الكورة أول ما يزهروا لك ما تنساش تشترك في القناة أحمد فتوح يرفض التجديد من أجل عيون الأهلي دي أول حاجة الكاف يعاقب الهلال السوداني ويحرمه من بطولة مهمة ويرفض شكوى الحاجة التالتة خمسين ألف متفرج في مباراة الأهلي والرجاء المغربي يعني وكلام كتير عن الموضوع ده انه هو قرب يعني بص يا صديقي طبعا انتوا عارفين ان قدرت الزمالك الحالية مع كامل احترامي للجميع وكل الناس انا باحترم اي حد طبعا ما حدش يعني غلط فيه شخصيا او ليه معا مشكلة شخصيا خلاص ما عندش مشكلة معا ولا بحب ولا بكره ربنا يصلح بحالة ويصلح دانا حالة فقدرت الزمالك الحالية في عهدها عملت كزا مشكلة مع كزا لعب وايضا فيه لعيبة كتيرة غدرت نادي الزمالك مهمين جدا 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 ولعيبة اثروا في نادي الزمالك جدا 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 وجبنا مكانهم ناس لا يصلحوا لنادي الزمالك تماما ولما قلت كده في الاول ناس كتير زعلت مني بس بعد كده لقيت نفس الناس اللي زعلوا مني جمشة كروني وقالولي يا ريتنا كنا اسمعنا كلامك من الاول وفعلا صدقنا كلامك هو يا ريتنا كنا اسمعنا كلامك من الاول مكانش يحصل حاجة بس كانوا صدقوا كلامي بس مش اكتر لان انا بقول له ما جامع صفقات الزمالك اللي جاد دي كلها اللي موجودة تلت ربعها ما كانتش تسعين في المية منها لا يصلحوا لللاعب يكنالي الزمالك تماما نخيش حد يقول لك ان انت الصفقة دي صفقة سوبر وتروح تتخنق مع صحبك وقريبك واخوك عشان قطر الصفقة للزمالك جابها وفي الاغر تطلع صفقة في شنك يعني فيه ناس راحوا تخنقوا مع بعض وزعلوا من بعض وزعقوا مع بعض جامد ناس زمالكوية مع ناس تانية اهلوية او زمالكوية تانيين عشان سامسون اول ما جاه قال لك يا باشا دال هيجيب هدفة دوري المصري وهو قاعد في بيته وليه سامسون يعني ما بيعرفش يباصي مهم يا صديقي مصطفى محمد ميشي طارق حمد ميشي بن شرقي ميشي فرجان ساسي ميشي اه جنش ميشي مصطفى فتحي ميشي طارق حمد ميشي محمود علاء ميشي بغض النظر اللي بقولهم دول كويسين ولا مش كويسين بس تلات رباحهم كويس يا طارق حمد ده بتتكلم فيه صفة محمد بن شرقي مصطفى فتحي وغيرهم بقى ونجمه ومش عارف مين يعني ناس كتيرة كده ميشي فرجان ساسي المهم دلوقتي من بعد ما عملنا اكبر غلطة وجددنا لزيزو بعقد خرافي يا كاد يصل يعني اللي انا عرفه انه يا كاد يصل لخمسة وتلاتين مليون جنيه في السنة ده قلب قط اللبس تماما زي ما قلتلكو قبل كده مش عايز ارقف الموضوع ده تاني كتير عشان ايه ما تزهقوش فتجديد لزيزو خمسة وتلاتين مليون جنيه في السنة او ما اقرب من خمسة وتلاتين مليون جنيه في السنة ده قلب غرفة الملبس بقت كل لعبة الزمالك ايه تقول لك ايه شمعنا انا انا كمان عايز تزود ايه فلوسي ومؤخرا نتائج الزمالك والكلام الكتير خصم 25% لا خصم مش عارف 15% لا 35% لا كام 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 و30 ومش عارقام كتيرة كده وتجميد بعض اللاعبين وطرد مجلس وطرد الادارة الفنية ومنعهم من دخول النادي ومشاكل كتير والطرابات كتيرة خلت العبلة موجودة حاليا عندها مشاكل يعني خلت في بعض اللاعبين الموجودين حاليا خايفين خلت في بعض اللاعبين الموجودين حاليا مش عايزين يجدده ففي كلام قوي 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 هو مش كلام اكيد ولا رسمي لسه ولكن في كلام قوي قوي ان احمد فتوح مش عايز يجد نادي الزمالك واحمد فتوح عايز يرحل وفي كلام اقوى من النادي الاهلي عايز احمد فتوح لتعويض علي معلول علي معلول لعب متميز جدا ويمكن احسن محترف جي مصر في الفترة الاخيرة ولكن طبيعي بحكم السن العالم معلول كبر أحمد فتوح تقريبا فرق بينهم من علي معلول 10 سنين يعني فتوح تقريبا 24 ماشي من 25 مثلا وعلي معلول 33 34 فتقريبا يعني ما يقرب من 9 سنين 10 سنين فرق فأحمد فتوح شاب فالأهل ممكن يجيبه واعتمد عليه ويشرب بقى من علي معلول الحرفانة والأحمد فتوح كده كده لعب كبير ولكن علي معلول طبعا لعب متميز جدا وأحسن باكليفت في مصر في الدور المصري يعني ومن أحسن الباكاتليفت الموجودة في أفريقيا فيشرب برضو منه الخبرة والصنعة والكلام ده كله علشان يكمل فتوح اللي أنا عرفه ما عندهش مانع وكي الفتوح اللي أنا عرفه ما عندهش مانع فمش بعيد نشوف في الصيف اللي جاي فتوح موجود في النادي الأهلي ومش أبعد ان احنا نشوف مام عشور موجود في النادي الأهلي ومش أبعد وأبعد ان احنا نشوف مصطفى محمد موجود في النادي الأهلي مش بعيد على الأقل وفتكر كلامي في الصف اللي جاي بازن الله على الاقل واحد من التلاتة ده انا قلتهم دول هيكون موجود في النادي الاهلي مصطفى محمد او احمد فتوح او امام عشور ان ما كانش التلاتة او اتنين منهم فافتكرا على الاقل احمد فتوح او امام عشور او مصطفى محمد واحد فيما يكون متواجد في النادي الاهلي في الصف القاطم يعني بسبب اللي بيحصل دلوقتي في النادي زمالك بسبب الناس اللي مشيت وامام شهور اللي مشي ومش مش قادر يتأقلم برا لغاية دلوقتي. صح محمد نادي ان انت عايز يرجعه تاني للدوري التركي والدوري التركي في كلام ان النادي بتاعه مش عايزه برضو لسه. فانشوف الدنيا هتمشي ازاي بازن الله. طبعا انت رفين الهلال السوداني بعت للكاف شكوى وقال له انا يعني آآ باشتكي النادي لقالي ومش عارف بعمل ايه وبسوي ايه وكلام ده كله. اول حاجة الكاف عملها ان هو رفض شكوة الهلال السوداني. تاني حاجة الكاف عملها ان هو حرم الهلال السوداني من دخول السوبر ليج اللي كل آآ فرق افريقيا بتتهافت على دخوله بسبب ما كسبه المالية الكبيرة جدا اللي اعتقد المركز الاول لغاية دلوقتي لسا ما ما قالوش اعتقد لا خمسة وعشرين مليون المركز اول تريد ان ياخد عشرة مليون والموسم التاني هيبقى مجموعة جواز خمسين مليون والتارت مجموعة جواز خمسة مليون دولار مش جنيه ده اللي انا عرفه ودي اخر حاجة اتقالت بس لسه برضو الخبر او الموضوع ده منزلش رسمي على صفحيتهم ولكن ده اللي بتقال في السوق خلاص ان خمسة وعشرين خمسين خمسة سبعين مية. آآ والمركز الاول بياخد من الفلوس دي تقريبا في حدود اربعين في المية حاجة وتلاتين في المية فانت لو لو واحد ميت مليون ده ياخد له حاجة وتلاتين مليون دولار ده رقم اسطوري. فطبع تم طبعا تم استبعاد الهرسداني من هذه البطولة. بتعرفين برضو زمالك تم استبعاده من هذه البطولة. والنادي الاهلي طبعا مشارك في هذه البطولة. برضو جماعة ازا اكد تاني عن موضوع فتوح. احمد فتوح لسه لم يرفض تجديد عقده مع الزمالك آآ بشرط بصفة رسمية. يعني فتوح لم يرفض تجديد تعقده مع الزمالك بصفة رسمية. ولم يوافق على كلام الاهلي او عرض الاهلي على وكيله او كلام امير توفيق مع وكيله بصفة رسمية ولكن الموضوع ده من الصحفيين يعني اقوية جدا بيقولوا ان الموضوع خلاص يعني اه اه قريب جدا ان فتوح يروح النادي الاهلي ولكن رسميا لسه ما حصلش المهم يا صديق العزيز فيه كلام كتير جدا ان اه مباراة الاهلي والرجاء المغرب القادمة باذن الله هيتم السماح لوجود خمسين الف متفرج ان شاء الله برضو اه ودي طبعا ده خبر ممتاز جدا اه اكيد طبعا وجود خمسين الف متفرج في مباراة الاهلي والهدال السوداني طبعا دي يعني احنا بنحيي جمهور الاهلي على السلوك الحضاري اللي كانوا فيه في الستاد والتشجيع الاكثر من رائع بنحيي الجهات المعنية في الدولة ووزارة الداخلية المحترمين اللي سمحوا بوجود هذا العدد الكبير في الستاد وكان التنظيم اكثر من رائع فانا اتمنى باذن الله كمان ان يتم السماح لجمهور النادي الاهلي باقصى عدد يعني مسموح او اقصى عدد يتم قبوله في مباراة الاهلي والرجاء لان في الاخر الاهلي هو ممثل مصر ونتمنى الاهلي كل خير باذن الله ونتمنى طبعا لبلدنا الحبيب ومصر كل خير يا رب ان شاء الله اه ويعني مباراة الاهلي والرجاء يعني الناس خايفة من الرجاء بس انا بقول لك ما تخافشي مع كامل احترام النادي الرجاء الرجاء كان وخدستاشر نقطة في بطول الدوري ابطال افريقيا واقوى هجوم ولكن مجموعتهم ماخدش قوية قوي فمباراة الاهلي والرجاء ما اعتقدش انها تكون بالصعوبة البالغة دي ولكن برضو يجب الحظر الرجاء النادي كبير ولازم طبعا يعني تعمل له الف حساب